مجددا مشاهدين درجة حرارات جد مرتفعة تخص أغلب المناطق الشمالية وتستمر إلى غاية يوم الغد الاثنين مع تسجيل تغير في الوضعية الجوية بالنسبة للجنوب الغربي وهذا ما أكدته مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة على تسجيل تساقط أنطار رعدية بكميات معتبرة تتعدى 40 مم محليا ستكون حاضرة بداية من الساعة التاسعة ليلا وتستمر إلى غاية السادسة من مساء يوم الغد الاثنين وهذا على ولاية تيندوف وفي نشرية خاصة للدوان الوطني للأرصاد الجوية تؤكد على تسجيل تساقط أنطار رعدية بكميات كذلك تقارب أو تتعدى 40 مم محليا ستكون بداية من الثالثة من صباحة يوم الاثنين إلى غاية الحادية عشر ليلا على كل من ولاية شار وبني عباس وفي تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية وحسب خريطة اليقظة من الدرجة الأولى تؤكد على تسجيل تقص حار بامتياز درجة حرارة مرتفعة تخص كل من تيزي وزو بومرداس الجزائر العاصمة ولاية البوليداتي بازاش لف كذلك عين الدفلة غليزان معسكر وولاية مستغانم إذن كانت بداية من منتصف نهر اليوم وتستمر إلى غاية التاسعة ليلا بحول الله والآن مشاهدنا الكرام نرحب بكم لهذه الصور المباشرة والحية نرصدها لكم عبر العديد من ولايات الوطن من الجنوب وكذلك من الشمال تحديدا بالمناطق الغربية وكذلك الوسطى والبداية بولاية وهران كما نلاحظوا الآن أجواء نوعا ما ثقيلة تقص غائم جزئيا مع تسجيل درجة حرارة مرتفعة تقريبا على أغلب المناطق الغربية إذن تصل الآن بالنسبة لوهران كذلك على السواحل الغربية كمستغانم عن تيموشانت في حدود 38 درجة مع تطاير لبعض الغبار في الغلاف الجوي وهذا راجع له ببرياح من المناطق الجنوبية نحو شمال الوطن وتحديدا من الجنوب الغربي كما نلاحظوا الآن أجواء تقيلة نوعا ما خانقة بما أن درجة الحرارة مرتفعة كذلك تطاير لبعض الغبار كما نلاحظوا فتقريبا أغلب المناطق الشمالية وتحديدا الغربية كما نلاحظوا الآن في الصورة المباشرة إذن درجة حرارة مرتفعة تستمر حتى خلال يوم الغد إن شاء الله الاثنين نبقى ونسلوا في حدود 39 درجة بالنسبة لي وهران عن تيموشانت مصد غانم كذلك تنس على الخط الرابط بين شلف غريزان سيدي بالعباس وعين الدفلة قد تتعدى 40 درجة تحت الظل بالنسبة لمعسكر وتلمسان كذلك بميلة وولاية سعيدة تصل إن شاء الله إلى حوالي 39 درجة جوء خانقة فيما يخص المناطق الغربية درجة حرارة جد مرتفعة والآن مشاهدين نذهب بكم مباشرة من المناطق الغربية وتحديدا من وهران إلى سواحل الجزائر العاصمة مباشرة الآن من سواحل كيتاني ببيب الواد الجزائر العاصمة إذن بحر هادئ تقريبا على كافة السواحل الوطنية بحر هادئ وجميل رياح ضعيفة لن تتعدى سرعة 30 كم في ساعة بالنسبة للرؤية كما نلاحظه متوسطة تقريبا على كافة السواحل الوسطى حتى بالنسبة لسواحل شرشال تيبازا بومرداس كذلك دلس أزفون البحر هادئ تقريبا على كافة السواحل الوسطى بالنسبة مشاهدين لعلو الأمواج يقارب أقل من المتر الآن كما نلاحظه في المباشر بالنسبة مشاهدين لحرارة مياه البحر تنتصل إلى حوالي 25 درجة أجواء شبه صيفية في عس فصل الخريف تخص أغلب السواحل الوطنية والآن صورة من أعالي الجزائر العاصمة كما نلاحظه أجواء نوعا ما تقيلة درجة حرارة مرتفعة تطاير لبعض الغبار حتى فيما يخص المناطق الوسطى درجة حرارة مرتفعة تخص كذلك كل من بومرداس تيبازا في حدود 37 درجة تحت الظل بالنسبة للبوليدة كذلك مرتفعة في حدود 39 درجة بالنسبة مشاهدين لكل من كذلك فيما يخص المناطق الداخلية كالمدية أيضا مرتفعة الأجواء أو درجات الحرارة مرتفعة بحول الله خلال نهار اليوم بالنسبة لوضعية البحر فيما يخص حتى السواحل الشرقية فأيضا البحر هادئ إلى قليل الاثتراب بالنسبة للسواحل الشرقية خلال ظهيرة اليوم ويرتقى حتى خلال يوم الغد إن شاء الله الاثنين وهذا ما تؤكده كذلك النماذج الرقمية للرصد الجوي وهذا راجع أكيد إلى اندفاك كتلة هوائية حارة من المناطق الجنوبية نحو شمال الوطن ضمن تيارة جنوبية لجنوبية غربية ستعمل على تسجيل درجات حرارة مرتفعة تستمر حتى خلال يوم الغد الاثنين وكذلك تزامنا والمرحلة الانتقالية بما أننا في فصل الخريف وخاصة شهر أكتوبر يعني معروف بالتغيرات المفاجئة للوضعية الجوية نقدر حتى وحسب توقعات طويلة المدى لا تشير على أن في احتمال خلال الأسبوع المقبل يكون فيه تغير في الوضعية الجوية وانسجل تساقط أمطار رعدية ستكون محلية معتبرة على أمل أنه لن تتغير النماذج الرقمية خلال الساعات المقبلة الآن نرحب بكم مشاهدنا إلى الجنوب وتحديدا إلى الوادي وكان قد أصدرت مصالح الأرصاد الجوية إذن نشريات خاصة أكدت من خلالها على التغير في الوضعية الجوية بالنسبة للجنوب الغربي تحديدا على تيندوف بن عباس وبشار على شمال الصحراء ومنطقة تلواحد كما نلاحظوا يعني درجات الحرارة بالنسبة للوادي منخفضة مقارنة بالجزاء العاصمة وكذلك ما شفنا مباشرة بالنسبة لوهران وحتى الجزائر العاصمة يعني تقريبا أغلب المناطق الشمالية بالنسبة للوادي الآن نسجل في حدود 34 درجة مع أجواء مغشات جزئية حتى فيما يخص توقورت لمغير ورقلة أيضا على غردايا لمنيعة زلفانة تقارب درجات الحرارة خلال ظاهرة اليوم والآن تحديدا بين حوالي 34 إلى 35 درجة أيضا منخفضة بالنسبة لبشار واتيندوف مقارنة بالمناطق الشمالية تصل إلى 33 درجة فقط بالنسبة لإنصالحك أعلى مقياس 43 درجة أيضا على أقصى الجنوب الجزائري ببرجباجي مختار إنجزام إليزي جالات وإناميناس تصل خلال ظاهرة اليوم وحتى خلال يوم الغد الاثنين بين حوالي أو تتراوح بين حوالي 34 إلى 42 درجة مع تسجيل تطاير للزوابع الرملية بالنسبة لولايتين نعامة وكذلك البيض وبتالي الغبار سينتقل ليخص حتى المناطق الشمالية كما نلاحظه وبتالي تبقى الأجواء ثقيلة حتى خلال يوم الغد إن شاء الله الاثنين إذن مشاهدين الكرام رصدنا لكم عبر العديد من ولايات الوطن الوظاية الجوية الآن أجواء تقيلة درجة حرارة مرتفعة تخص تقريبا أغلب المناطق الشمالية وحسب التوقعات تستمر إن شاء الله حتى خلال ظاهرة يوم الغد الاثنين في انتظار يكون في تغير في الوظاية الجوية حسب مخرجات النماذج الرقمية لرصد الجوي خلال الأسبوع المقبل ويكون فيه محليا أمطار جد معتبرة إن شاء الله إلى ذلك الحين تبقى الأجواء دائما مشمسة إلى مغشة جزئيا درجة الحرارة مرتفعة خاصة خلال ظاهرة اليوم ويوم الغد إن شاء الله الاثنين ستنخفض قليلا حسب النماذج الرقمية بداية من يوم الثلاثة بحول الله لكن على العموم تبقى دائما مرتفعة وتغس خانق نوعا ما بالنسبة للمناطق الشمالية فقط الحيطة والحذر مطلوبة بالنسبة للجنوب الغربي بما أن الأمطار ستكون محليا معتبرة خلال الساعات القليلة المقبلة مشاهدين الكرام كانت هذه توقعات حالة الطقس خلال الساعة القليلة المقبلة أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة لاستكمال بقية الأخبار بالنسبة للمناطق الشمال ترجمة نانسي قنقر